بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور لاحظ وثيقة الاتفاقية والعهد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يحنى بن الرؤبا حاكم إلى الأردنية التي الآن سمى العاقبة كيف يقول أنه هذه أمنة من الله أهم شيء في الدنيا أنه أعطاه الأمن والأمان يعني الله سبحانه وتعالى تكفل بأمني وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كفارة الله يتكفل بأمنه أيضا ليحنى ليس ليحنى برؤبا يعني أنه لما يقول ليحنى بن الرؤبا معناته لا يزيل عن منصبه ولا يعنفه ولا يهينه وهو يظل على ما هو عليه حاكم في منطقة العقبة وأهل أيلة لما قال سكان أيلة انتبهوا استخدم كلمة أهل أيلة لأنه فيه فرق بين السكان والأهل الأهل هم أهل الشرعية والهوية والتاريخ المتجذر يعني أردنيين قديمين أقحى أهل أيلة ولم يقل سكان أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر يدل على أنه كان لديهم سفن وكانوا يعملون في التجارة وكانوا يعملون في الصيد وكانوا يعني يغوصون في بحر طبعا على زمن حدد ابن بدد كان البحر الأحمر هذا كله بحر أدومي أردني قديم وبالتالي كانوا يذهبوا إلى كل مكان وسياراتهم يعني لما نجي على سور السيد يوسف عليه الصلاة والسلام يلتقطه بعد السيارة السيارة هم القافلة القافلة التي تسير وكانت القافلة مكونة من الإبل بالدرجة الأولى والخيل والبغال والحمير يعني كل هذه اسمها سيارة سيارة لأنها تسير إذن هم كانوا يعملوا في التجارة في تجارة طبعا نحن نعرف أنه كانوا يجيبوا المحاس من وادي فينان من وادي العربة ويجيبوا المواد النباتات العطرية والنباتات الطبية إلى آخرية يقول ومن كان معهم من أهل الشام انتبهوا لم يقل أن أهل الشام الموجودين هنا إنهم من أهل أيلة إنما هم تجار فكانت التجارة تأتي من بلاد الشام وأهل اليمن وتأتي من أهل اليمن وبالتالي هذه كانت نقطة مهمة جدا والله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم في أحد الصور وأنا شرحتها في كتابي المملكة الأردنية الآدومية اسمها حاضرة البحر أي لا كانت حاضرة البحر يعني عاصبة ولاية البحر يعني اللي هي ينتهي إليها تنتهي إليها التجارة البحرية إلى البر وتنتج إليها التجارة البرية إلى البحر وأهل البحر انتبهوا كلمته أهل البحر لم يقل سكان البحر لم يقل مبهد أهل البحر لأن هذا البحر كان في حينه تابع للأردن كان تابع لإيلة كان تابع لأهل أردن كان تابع لأهل 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 إيلة نعم فمن أحدث منهم حدث فإنه لا يحول ماله دون نفسه يعني إذا واحد ارتكب جريمة يحدثون جريمة إذا ارتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها ما عدا ذلك وإذا ارتكب واحد آخر بحق أي منهم جريمة يعاقب المعتدل ويعاقب من يسير وأنه لا يحل لا يحل أن يمنعوا ما أن يريدونه لأنه الظول كانوا يعني مش المقصود بس أهل مش ملتسة أهل إيلة التجار والقوافر والبساتين وكانت هاي البلاد كلها عاملة كانوا وادة عربة جنات تجيب من تدير الأنار وادة العربة عفوا مش وادة عربة اسموا وادة العربة أصلا نسموه العرب وادة عربة في زمن بداية الدولة المؤابية الأدومية وأن الاسم يعني هذول لا يمنعوا من الماء ولا يمنعوا وبالعكس إح المسلمين المسلمين تفرعوا أو لحمايتهم لحمايتهم في البر والبحر رغم أنه ما عندهم نسطول لكن المسلمين إذا وعد أوفوا به ولذلك يعني كلمة إيلة حقيقة هي مؤنث أيل والأيل هو الإله الله يعني وللحديث بقيه والسلام عليكم على فرورك اشتركوا في القناة